مرحب بكم في المساق الثاني للدارات الكهربائية هذا المساق سيكون تكملة للمساق الأول و سيكون فيه أفكار جديدة وإضافات كبيرة على الأفكار التي طرحناها في المساق الأول سنبدأ في هذا المساق أو في هذا الأسبوع أن نحكي عن بعض النظريات التي سنستخدمها في حل الدارات المعقدة شوي نحاول أن نبسط الدارات لدارات أبسط أو أسهل للتعامل معها و نحاول أن نستخدم أكبر عدد ممكن من الأفكار حتى يكون فيه عندنا خيارات لكيف نحلل الدارات وكيف نتعامل معها سنبدأ بالأسبوع الأول بنظرية اسمها نظرية التراكب نظرية التراكب أبدأ قرار لكم نص نظرية وبعدين نشرحها شوي شوي حتى نتوقف عند أكثر من نقطة مهمة فيها النص النظرية يقول أن أي فرق جهد بين طرفي فرع ما في دارة أو أي تيار يسري في أي فرع في هذه الدارة بوجود أكثر من مصدر للجهد وأكثر من مصدر للتيار في الدارة نفسها كلها تعمل معا يمكن أن نحسب هذا فرق الجهد أو هذا التيار من خلال أن نحسب تأثير كل مصدر للجهد أو كل مصدر للتيار على حدة بإزالة المصادر الأخرى وفي النهاية نجمع تأثيرات هذه كلها معا بجمع جبريا نحصل على الناتج النهائي الميزة المهمة في هذه الطريقة هي أنه تساعدنا كثير على تبسيط الدارة والتخفيف من صعوبتها إذا كان عدد العناصر فيها كثير أو إذا كان عدد العقد أو الشبكات فيها عدد كبير خلينا ندرس هذه الطريقة بشكل أبسط شوي لو افترضنا أنه في عندي دارة موصول فيها مجموعة من الجهود أو مجموعة من مصادر الجهود ومصادر الطيارات فزي ما احنا شايفين هون في عندي مصدرين للتيار وثلاث مصادر للجهود في الوقت الحاضر رح نفترض أنه ما في عندي أي مصادر غير مستقلة فرح تكون كل مصادر موجودة مستقلة والمطلوب أنه نلاقي قيمة التيار i0 اللي حنسوي باستخدام نظرية التراكب هو أنه حنحل هاي الدارة خمس مرات في كل واحدة من المرات الخمسة رحكون في بس مصدر مستقل واحد في الدارة المصادر التانية كلها رح نطفيها أو رح نشيلها ورح نحط محلها يا إما فراغ إذا كان مصدر للتيار أو رح نحط محلها سيلك أو اللي رح نسمي دارة قصيرة إذا كان مصدر للجهود فبالتالي في المرحلة الأولى رح نستخدم بس مصدر التيار i1 وبقية المصادر كلها شلناها من الدارة فلاحظوا أنه هون صار في عندي سيلك وهون في عندي سيلك وهون في عندي فراغ وهون في عندي كمان سيلك وبالتالي بس عندي مصدر واحد اللي هو i1 وهذا المصدر الوحيد اللي رح يكون موجود في الدارة وبنحسب بناءًا عليه قيمة i0 ورح نسميها i01 حتى الميزة عن i0 الأصلية بعدين نحسب i02 اللي هي بوجود بس فرق الجهد 2 أو مصدر الجهد V2 نعمل نفس الإشي بوجود بس مصدر الجهد V1 نحسب i0 يسميها i03 نعيد العملية بوجود بس مصدر الجهد V3 وآخر إشي بوجود بس مصدر التيار i2 ورح يطلع معنا مجموعة من القيم ل i0 رح سميناها i01, i02, i03, i04, i05 ورح كون الناتج النهائي حسب نظرية التراكب هو مجموعة قيم التيار للدارات الخمسة اللي حلناها بعض الملاحظات المهمة حول نظرية التراكب أول إشي هاي النظرية يمكن تطبيقها فقط في الدارات الخطية الدارات الخطية هي الدارات التي تحتوي فقط على مقاومات ومواسعات ومحثات الدارات اللي احنا بنحكي عنها هون في هذا المساق رح تكون كلها دارات خطية الشغلة الثانية أنه يجب الإبقاء دائما على مصادر الجهد أو التيار غير المستقلة في الدارة فنظرية التراكب بس بنطبق عليها المصادر المستقلة هي الوحيدة اللي بنقدر أنه نزيلها من الدارة أو نخليها في الدارة المصادر الغير مستقلة سواء كانت مصادر جهد أو مصادر تيار يجب أن تبقى دائما موجودة في الدارة في جميع الأوقات الحساب بطريقة التراكب ينطبق فقط على حساب الجهد وحساب التيار بمعنى آخر لا يجوز تطبيق هذه النظرية لحساب القدرة أو الطاقة بنحسب بس الجهد أو التيار بعدين بنحسب القدرة والطاقة بالطرق اللي تعلمناها في المصاق السابق عند إزالة مصدر الجهد وهاي شغلة كثير مهمة يجب استبداله بدارة قصيرة إيش يعني الدارة قصيرة؟ الدارة قصيرة عبارة عن فقط سلك مثالي مقاومته صفر يعني المحل اللي راح نزيل منه مصدر الجهد لازم الطرفين نوصلهم بسلك أو اللي هي بنسميها الدارة قصيرة بس عبارة عن سلك مقاومته صفر بالمقابل عند إزالة مصدر التيار يجب ترك الدارة مفتوحة بمعنى أنه أنا أقوم بإزالة مصدر الطيار الطرفين ما بوصلهم بأي شيء بخلي الطرفين مفتوحين اللي هي بعتبرها مقاومة قيمتها ما لا نهاية فهدول الشغلتين كتير مهمات لما نجمنا نتعامل مع نظرية التراكب خلينا نحل المثال حتى يوضح الفكرة بشكل أساسي في عندي دارة به الشكل زي ما نشعفين في عندي مقاومتين R1 و R و عندي مصدرين مصدر جهود قيمة V و مصدر طيار قيمة I و عندي القيم كلها عندي قيمة V و عندي قيمة I و عندي قيمة R1 و عندي قيمة R المطلوب إذا نستخدم نظرية التراكب لإجاد قيمة التيار اللي بيمر في المقاومة R اللي هو هذا الطيار IR طبعا بإمكاني يحل المثال هذا باستخدام التحليل العقدي أو التحليل الشبكي من غير نظرية التراكب بس نحن هون نطرح أفكار جديدة أو أسليب جديدة لحل نفس الدارات ممكن بهاي الدارة ما يكون فيها فائدة كبيرة أو تكون فائدتها محدودة لأن الدارة نفسها بسيطة بس في الدارات الأكثر تعقيدا ممكن أنه فكرة نظرية التراكب تعطينا ميزة عن الطرق الثانية في عملية تسهيل الدارة على كلين خلينا نتفرج على الدارة في عندي هون مصدر للجهد و مصدر الطيار زي ما حكينا باستخدام نظرية التراكب بدي أخلي مصدر واحد فقط في الدارة في كل مرة و راح نشيل المصدر الثاني و راح نحل الدارة مرتين بهذا الشكل في الحالة الأولى بدنا يكون بس مصدر الجهد فقط هو الموجود وبالتالي راح نزيل مصدر الطيار فراح تصفي الدارة بهذا الشكل مصدر الجهد موجود مصدر الطيار لما منزله لازم يخلي محله دارة مفتوحة فالطرفين خليتهم مفتوحين ما وصلنا أي شيء بناتهم المقاومة هون R1 و هون المقاومة R و مطلوب مني اني ألاقي قيمة التيار IR وهي قيمة مصدر الجهد قيمتها فيه المعلومات تقولي انه V قيمتها 16V و R قيمتها 8 و R1 قيمتها 6Ω لاحظوا ان لما شلنا مصدر الطيار بطل في عندي مسارين مغلقين صار في عندي بس مسار مغلق 1 وبإمكاني نحسب قيمة التيار فيه اللي راح يكون قيمته نفسه هو IR في هذا الشكل راح يساوي V على R زائد R1 كل القيم موجودة عندي 16 على 8 زائد 6 16 على 14 1.14 أمبر هذا هيك بس بوجود مصدر الجهد نحل الدارة مرة ثانية بوجود مصدر التيار فقط سوف نسميها IR 1 حتى نميزها عن التيار اللي راح نشوفه بعد شوي هلأ هون بدنا نشيل مصدر الجهد ف سوف نحط محله دارة قصيرة أو Just-Bas-Select و نخلي بقية الدارة زي ما هي مرجع مصدر الطيار زي ما كان وهي resistance للمقاومة R1 وهي المقاومة الثانية اللي هي R و مطلوب مني أن ألاقي قيمة IR راح نسميه المرة هي IR 2 بهاي الدارة هلأ ممكن أستخدم طريقة مقسم التيار حتى أحسب قيمة التيار IR 2 ف من الأول باستخدام مقسم التيار قيمة IR 2 راح تكون قيمة التيار مضروبة في المقاومة R1 على مجموعة المقاومتين R1 زائد R التيار قيمته مطاف المسئلة قيمتها 10 أمبير R1 عندي بتساوي 6 و مجموعة المقاومتين 8 زائد 6 فإذا حسبنا القيمة هاي راح تطلب مع الجواب 4.286 أمبير حسب هلأ نظرية التراكب قيمة التيار IR في الدارة الأصلية راح يكون هو مجموعة قيمة التيارين اللي حسبناهم بالدارتين المفاصلتين ف باستخدام نظرية التراكب نقول إنه IR هو IR 1 زائد IR 2 والقيم اللي إحنا حسبناها بالشوي 1.14 زائد القيمة الثانية اللي هي 4.286 مجموعهم راح يكون 5.42 بالأمبير هو الجواب النهائي 4.صف 6.صف